نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الصباح توجه إلى جنوبي المملكة العربية السعودية الشقيقة لتفقد القوات الكويتية للمشاركة في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن يذكر أن الخالد كان قد وصل العاصمة الرياض في وقت سابق وعقد اجتماعا مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول خلاله العلاقة الثنائية سيما الدفاعية منها ومستجدات الإقليم